اشتركوا في القناة وكان إذا رجع من غزو وكان في تلك الطريق أو حج أو عمره هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخب البطخاء التي على شفير الواد الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه